خبت على البيت حدش فتح له حط المفتاح في الباب الباب كان مقفول من جوة ايه سبب قفل الباب من جوة تفاصيل مصيرة جدا وغريبة هنتعرف عليها في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة اهلا بكم بتبتدي احداث قضية النهاردة بورود بلاغ الى الجهات الامنية من عدد من الاهالي في منطقة من المناطق الشعبية بيبلغوا عن وقوع جريمة في احدى الشقق السكنية في المنطقة اللي هم عايشين فيها بتتوجه قوة من الاسم الى المكان علشان نتفاجأ بانه في شقة لناس بوسطة على قد حالهم في موظف سايح في دمه في المكان ده الموظف ده ساكن في الشقة دي؟ لأ طيب ايه علاقته بالشقة دي وايه اللي جابه هنا وايه اللي حصله هنعرف بالتفصيل بيتم القبض على صاحب الشقة دي وهو عامل ومتزوج بأخذ اقواله بنعرف الحدوتة من بدايتها الراجل ده بعد يوم شغل طويل رجع في امان الله قدام باب شقته مسك المفتاح حطه في الباب علشان يفتح شقته لقى ان الباب مقفول مقفول من جوة بترباس مش عوايد مراتي انها تقفل الباب من جوة دايما لما برجع من برة في اي يوم يا اما بخبط وهي بتفتح لي يا اما بحط المفتاح في الباب وبفتح وبدخل بشكل طبيعي الباب مفتحش مقفول من جوة خبط حدش بيرد مرة اتنين تلاتة حدش بيرد بدأ الراجل يدب على الباب بشكل قوي جدا لانه حس ان الموضوع مش طبيعي ما بتفتحيش ليه جايز نايمة اهو يخبط بالراحة جايز تصحى وتفتح له اتفاجئ بان مراته بتفتح له الباب وهي مرتبكة ومش على بعضها متوترة انت قفل ليه الباب من جوة جاوبته اجابات ما تدخلش عقل بيدرب بعينه في الشقة لقى راجل غريب هو ما يعرفوش الراجل ده كان لسه بيكمل لبس هدومه الراجل ده كان آلع هدومه ولسه بيكمل لبس هدومه على حد اقوال الزوج في المحاضر الرسمية بأكد انه مصدر الحادثة دي موقع صد البلد وبسيب لحضراتكم الرابط في اول تعليق اسفل الفيديو ايه اللي حصل يا عم قال انا اول ما شفت الراجل ده بيلبس في هدومه وبيلملم في نفسه وشفت مراتي مش على بعضها الدم ضرب في نفوخي وادركت ساعتها ان انا اتعرضت لحالة خيانة اللي كان بيتم في بيتي هنا في غيابي حاجة ما ترضيش ربنا الراجل ده قال للزوجة ده مين وبيعمل ايه هنا الموضوع ما دخلش دماغه جري على المطبخ جاب سكينة واول ما دخل دخل على الراجل الغريب ده وطعنه طعنة نافذة في جنبه مهت لف الراجل علشان يلحق الزوجة الخينة طبعا الزوجة فتحت الباب وقالت يا فكيك نزلت تسرخ تسرخ لغاية ما نزلت الشارح اتلموا الجران اتلموا الاهالي طبعا دخلوا الناس وعندنا في مصر غير في اوروبا وغير بلاد كتير يعني اول ما حد بيستنجد او بيسرخ طبعا اي حد لو نايم او بيأكل او بيستحمى بيفتح الحمام ويطلع جري يحط على جسمه اي حاجة وينزل لمصدر الصراخ دايما عندنا حتى لو في حريق في شقة الناس ما بتنتظرش حتى الناس تبلغ المطافي الناس بتنزل وبترمي نفسها علشان تنقذ الناس وتحاول يعني تساعدهم اول ما الناس اتلمت شافوا المنظر ده الراجل طبعا منهار وماسك سكين وبيحاول يجري علشان يلحق الست دي ولكن الست دي بتقدر تهرب والناس بيشلوها من قدامه وبيتصل بالشرطة الناس بتتصل بالشرطة وبييجوا بيتم القبض على الراجل ده ونقل الجثة الى المستشفى وبيتم القبض على الزوجة اللي كانت هربانة عند ناس من قريبها باستجواب الزوجة دي بنا اكتشف انه الراجل ده الى حد كبير كان عنده اقوال الزوجة كانت كالتالي ان هي بتشتغل في مصنع والراجل ده بيشتغل في الهر الهر اللي هو الموارد البشرية يعني هو المسؤول عن الناس اللي بتتوظف في المصنع ومسؤول عن متابعة العمال وكفائتهم وبيعملوا ايه واي حد عايز يتعين جديد هو اللي بيستقبله هو اللي بيحدد يعني الراجل ده يصلح للعمل ولا لأ الزوجة بتقول انه الراجل ده هو مسؤول عن الهر في المصنع اللي انا بشتغل فيه وكنت سلفة منه مبلغ هو جاي البيت دلوقتي علشان ياخد المبلغ اللي انا كنت مستلفاه منه يدوب قعد ولما جوز يجي من برة حاولت اقول له على الحقيقة واقول له ان الراجل ده جاي ياخد المبلغ اللي انا كنت سلفاه منه ولكن هو مستوعبش وتصرف الزوج كان انه جري على المطبخ اخد السكينة وقتل الراجل طعن الراجل وحاول يجري ورايا علشان ينتقم مني انا كمان بيتم حبس الزوج والزوجة على زمة التحقيقات من خلال قراءتنا وعرضنا للاحداث والاقوال الطرفين اللي جه في المحاضر الرسمية في الجريمة اللي تم تقرير عنها في موقع صدى البلد بالاماكن وبأسماء الناس وبالاسم الشرطة اللي تم فيه التحقيقات بنكتشف انه موضوع متكرر الى حد كبير قوي ومش في مجتمع واحد بل في كل المجتمعات خيانة زوجية ست متجوزة واعدة في عسمة راجل واعدة في زمة راجل والراجل بينفق عليها او هي كمان بتساعده في نفقات الحياة ولكن بشكل غريب جدا وايا كانت الاسباب اللي بنأكد عليها دايما انه لا مبرر للخيانة ما ينفعش تقولي اصل جوزي ده عنيف اصل جوزي ده متقيل او اصل جوزي ده يعني مش مالعيني او جوزي ده مش عاطفي مش رومانسي فعلشان كده الراجل ده اغراني بكلامه المعصول وهو اللي دفعني علشان اقيم علاقة معه او انه الراجل ده استغل ضعفي واستغل حاجتي للمال واحتياجي للفلوس وبدأ يضغط عليها بشكل او باخر لغاية ما ضعفته قدامه ومرست معاه العلاقة تحت ضغط النتائج واحدة والنهايات واحدة وكتير جدا شفنا في مجتمعاتنا الشرقية انه لما بيحصل انه الزوج بيشوف الزوجة في موقف زي ده التصرف الى حد كبير جدا المتكرر من كتير واللي احنا ورسناه في مورسنا وفي تراصنا عن قيمة الشرف وانه اي حد بيتم خيانته طبعا بيحس انه هو يعني شرفه اتمرمغ في التراب وانه لازم ينتقم لشرفه ويغسل عاره وبيكون التصرف الطبيعي زي ما عمل الراجل اللي عمله النهاردة في الراجل اللي ضبطه في شقته اتمنى ان احنا ناخد من قضية النهاردة ومن حلقة النهاردة درس وعبرة ونتعلم من تجارب الاخرين علشان ما يجيش يوم من الايام ونلاقي نفسنا مكان ده او مكان ده شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة ونلتقي في حلقة جديدة من حلقات المحكمة مع السلامة